اشتركوا في القناة المختلطة حمزة الكوهج استعداداته وذلك قبل المشاركة في النزال الرئيسي لبطولة ديزرت فورس والذي سيقام في العاصمة الاردنية عمانا تفاصيل أوفا في التقرير التالي في أكبر البطولات العربية تشارك مملكة البحرين بكل جدية فبعد انتهاء الاستعدادات القوية ورفع الروح العالية والمعنوية أنهى مقاتل فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للمحترفين أنهى الوزن الرسمي والفحص الطبي ليعلن جاهزيته بشكل تم للنزال الرئيسي لبطولة ديزرت فورس والذي سيجمعه بالمقاتل الاردني عز الدين الريباني والذي حل بديلا قبل ثلاثة أيام فقط عن المقاتل السعودي عبدالعزيز إجليتان أحين بعد الوزن نبتدي نرفع الوزن نبتدي نزايد قد ما تقدر عشان نهدش المباراة على أكثر من الوزني الطبيعي لأن في الأعابين المميهم ينزلون الوزن ويحاولون في 30 ساعة يزيد وزنهم قد ما يقدر هو أكيد بين لاعب ولاعب أكيد فيه فارق عز الدين بيلعب على وزن السبعين يعني بيكون نافقل يقولون أنه هو ينزل من يعني سابع ثماني كيلو بيكون نافقل مني بس هنا يونبارز حقاي شي يحطونا جدوم يعني الحمد لله استعداداتي كانت جميلة وبذنان الله بفوز اسم الشيخ خالد مم قصر معنا دعم معنا ويدعم كل شيء لأن اسم الشيخ خالد مو بس واحد قاعد يسوي يسبونزر حق فريق هو قاعد يتابعهم بنافسه هو قاعد يعني يغيروا لعبي شيخ خالد أعرف قبل ما أنا أعرف هو كلامني نجتمع معه كل شيء تكون خطوة بخطوة مع اسم الشيخ فهذا شيء يعني هو يدي شجع ويدي يعطيني ثقة أن الشيخ خالد يكون معي في كل شيء حمزة استعد إلى البطولة بشكل جيد إن شاء الله غدا سنفوز حمزة مقاتل جيد ومجتهد وأصل الله توفيق وإلى تحدي آخر فقد قررت منظمة ديزرت فورس رفع أوزان المقاتلين من 66 كيلو جرام إلى 70 كيلو جرام فبالرغم من الوقت القصير إلى أن حمزة استطاع رفع وزنه بإصراره على المشاركة في البطولة ليدخل المقاتل البحرين في تحدي جديد باللعب في وزن آخر تغيير اللي صار طبعا بعد إصابة عبدالعزيز جليدان في أو قبل الجولة هذه طبعا صار في تغيير ودخل اللاعب الأردني مع حمزة أعتقد المواجهة راح تكون بعد جدا يعني مش سهلة راح تكون بنسبة لحمزة بحيث أن اللاعب الثاني أيضا مستعد ونحن نقول بعد حمزة مستعد في نفس الوقت توقع أن هي يعني ما وضعت كتايتل في هذه الجولة إلا لقوتها ولقوة حمزة ولقوة اللاعب الثاني توقعاتي طبعا أنا دائما متحفظ في التوقعات لكن راح نشوف مباراة جدا جميلة فريق K-HK MMA والله يعني مبادرة رائعة من سمو الشيخ خالد وبهنيك على المبادرة اللي بسويها ونحن صراحة ندعمه بأي طريقة ممكن يطلبها دازت فورس وراء فريق K-HK مبسوطين كتير أنه فريق K-HK معنا في عنا هلأ حمزة الكوهيجي هو الممثل وحيد لفريق K-HK مع اجتياز المقاتل حمزة الكوهيجي الوزن الرسمي والفحص الطبي يبدأ العد التنازلي لانطلاق البطولة وتبقى خطوة واحدة لإحراز لقب دازت فورس حزم الشيخ لتلفزيون البحرين عمان ترجمة نانسي قنقر